طبعاً منطقة الشورجة رح ناخدها كنموذج منطقة الشورجة كثيراً من المخالفات وكثير من المشاريع محالة إلى جلسة الفصل جلسة الفصل ايش قد نسبة المخالفات؟ انطيني نسبة تقديري طبعاً النسبة اللي جنابك ذكرتها هي الفين و لا لا على الشورجة نتحدث كنموذج نعم وشورجة تنقسم نصفين نصف داخل مركز دفاع مدني الشورجة وقسم داخل على مركز دفاع مدني باب المعظم القسمين المركزين هم هدفهم واحد وكشوفاتهم يعني أحد المواطنين ذكر أنه جاء الدفاع المدني وراها ثلاثة يام اختفى احنا عدنا قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 المادة 11 الفقرة سادسة اجراء الدفاع المدني كشوفات لكافة المشآت احنا نجري كشف يعني الكشف الأول بالنصف الأول من العام والكشف الثاني بالنصف الثاني من العام متابعة للكشف الأول الكشف الأول نثبت متطلبات الوقاية والسلامة للدفاع المدني في أي مكان بالشورجة ورا ستة شورجة يلا ترجعوا لهذه نعم احنا نصنف المشاريع كافة أليف وباء وجيم أليف دوائر الدولة وباء القطاع المختلط وجيم القطاع الخاص هذا كل قطاع إلى كشف مرة بالنصف الأول ومرة بالنصف الثاني يعني جاءت تتوقع مثلا منطقة شورجة كم دائرة كم محل كم مشروع مختلط هذا الكم الهائل نعم أنا اليوم إذا أريد أقدر مخالفاته ما تقل عن سبعين بالمئة بالشورجة مخالفاته فقط فد ملاحظة خل جنابك ولي المستمع الكريم احنا من نثبت مخالفة أنت صاحب مشروع صاحب عمارة ثبتنا عليك مخالفات ما نقول لك وراء ثلاث يام زيل المخالفات يعني مثلا أنت مغلف عمارتك بالأليكابون وعدك سقوف ثانوية ومن موفر منظومة الأطفاء ما من المعقولة احنا نقول لك في سبع تيام أو عشر تيام نمطيك مهلة ستين يوم هاي ستين يوم راح أولا القدرة يعني قدرتك لإزالة هذه المخالفات ثانيا احنا ما عدنا مثلا الدفاع المدني عدة عصامو سكون فيكون احنا عدنا قانون لا نعمل تحت القانون ولا فوق القانون القانون يقول أنه نكشف لك كشف أول والثاني متابعة الكشف الأول نثبت متطلبات الوقاية والسلامة ونثبت وإزالة المخالفات أسباب عدم تنفيذك لهذه الوصائل ورشادات ما امتثلت راح نحيلك إلى المحاكم الجزائية يعني المواطن ننطيك كشف أول وننطيك كشف ثاني ونحيله وما يلتزم فنضطر أنه نحيله على المحاكم الجزائية وتم حالة يعني من واحد واحد لغاية واحد ثلاثين ثمانية خمسمية وستعش ملف حنا إلى محاكم الجزائية راح يكون وجه بوجه بع القانون إضافة النقطة مهمة الدفاع المدني ما عنده الصلاحية بالغلق هذه وفق المادة عشرة من صلاحيات السيد محافظ بغداد أو محافظ المحافظات بغلق هذه المشاريع اشتركوا في القناة